مع ضريفي البروفيسور عبد الرحمن العيز أستاذ جامعي في الطب في الطب وجراحة الأسنان صباح الخير بروفيسور وأهلا بك شكرا جزيلا بروفيسور الأمراض المزمنة والمستعصية معروف أنها تؤثر على صحة الفم وصحة الأسنان الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات وهو ما يجعل من طبيب الأسنان يتعامل معها بشكل حيوي يعني ما هي أهمية تعامل طبيب الأسنان مع أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية لا، برافور الأمراض المزمنة عندنا سوكتولي كارديوباتي والديابيتيك هذو ما لديهم أمراض القلب وأمراض سكري يذهب إلى الطبيب يديروا تشخيص عنده باش يفيريفي لهم لغليسيمة ولي يفيريفي لهم ديابات الحميس كي يلي إكيليبري ولا لا لا وش يدير الطبيب المختص يبعث يدير إن لاترة دوريونتاشن يبعث عن طبيب الأسنان باش يديروا تشخيص باش يشوف الأسنان تاوي اللي يكون فيهم السويس ولي تكون فيهم الأكاري وعلى بات بلي الأكاري دونتال أل بو دوني ديمارات ديستانس نانسي المو ماشي ملاح الأكاري دونتال ماشي ملاح للسنان بس كالسنان يقدروا يطيحوه أمراض اللتاء يكون المريض عنده أمراض اللتاء اللتاء تكون حمارة اللتاء تكون منفخة كي بروسي السنان يسيل الدم دونك سيبعث عن طبيب الأسنان طبيب الأسنان منوش يدير يديروا تشخيص يشوف الأسنان تاوي اللي لازم يتنحاوي ناحيهم اللي لازم يدويه يدويهم ولي لازم يبعثوا باش يدير كما يقولوا ينبروتز يروح يدير ينبروتز دونك السنان كان يعطيه التطبيب المختص كما يقولوا الشبكة أو الطبيب المختصolfي، كله الجمال اللي لازم يديرواح يديروا ذلك الصنان عندها دون المراض مزمين دونك تعمل معهم حانيا خلائط عندنا فعلا كنت شفر بنفسس عندنا نكون في لازم يتشفر بشيارة، عندنا يقوم بقاء مستشفر بني مصصحة عندنا نتحاوي نتحاوي مرة أسنان عندنا مجانا بمسواح فدر لازم بسم شخصية يمكن أن يكون لديهم مرضى صغير يمكن أن يزيد المرضى في المرضى الكارديو فسكولير لذلك يجب أن يكون لديهم طبيب الأسنان يعني كما ذكرت قبل قليل بين الأمراض المزمنة المنتشرة بالجزائر هو مرض السكري ومرض القلب هو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الوظائف بشكل عام في الجسم يعني أثناء العلاج في حالة وجود مضاعفات خطيرة كيف يتعامل طبيب الأسنان؟ وما هي التحديات التي تواجهها الأطباء عند تقديم العلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض مصحصية ومزمنة؟ ما نقولك؟ كنت يجينا عند مريض يكون عنده مرض مزمن نحطوه بشيء كما يقوله يدير الليجين بيكون دونتالتاعو بشيء ينظف سنانو ينظف سنانو مرتين في النهار يعس سنانو كيكونوا فيهم يمتد كارئيرو نحطوه بشيء يدير الليجين بيكون دونتالتاعو نحطوه بشيء يدير الليجين بيكون دونتالتاعو ساعة من قبل نعطي الانتبيوتك يشربها يشربها في الصالة التانت ويسننا هذه الساعة بعد الساعة نبدأ أن ننترهن حنايا ندويه لدونتاعو سواء ندويه هالو سواء نحيه هالو donc c'est pour cette raison كيما يقوله اللي عنده مرض مرض القلب هي الخطورة تكون في الأسنان parceكو على بالك في الأسنان عندنا تمشي كما يقوله للاسيولاشون سنغين ويكونوا فيهم الجاراتهم غير يلحق الجاراتهم للاقل بسيبوعيين يسيغرف حنا نقوله هذه المالادي اندوكارديد دوسلير لاندوكارديد دوسلير لإفتار هذا اندوكارديد ندون دس انتبيوتك واندون نسول في المالادي نعصوه نعصوه بش ميدرناش مضاعفات واحد داخرين على هذه الأهمية الأهمية هي الهيجيان بيكون دونتالتالي الإنسان يغسر سنانو دو فوة par جور كما حتتاليها الوامس يعني لكيد أنه طبيب الأسنان قبل علاج أي شخص مصاب بأمراض مزمنة ومستعسي يقوم بمجموعة من الترتيبات والإجراءات وحتى إن استدعى الأمر الاستعانة بفريق طبي يعني كيف يمكن للأطباء تحديد خطة علاجية مناسبة للمريض الخطة شك كما قلت لك مرة في الأسبوع بين الأثنين نديروا كونسولتاشون نديروا تشخيص كمبليت على المريض من الأسنان تاولية اللي لازم تنحاول اللي لازم تدوى عم بات عنا أن نكون حقا أسنان ونعم عنا نعم عندنا كل أخصائيين في سرفيص تعنا منى نعم صورة الناس كما لدينا طبو أجهزة كما تفعل نعم مريض نعم قتلة مقبلة وتكون منفقة نبعتو عن طبيب أسنان مختص في الليثة. يزيد داويلوا الليثة تاعو ومبعدوا لكان بور ديز اكستراكشون يزيدون بعتو عن طبيب مختص في الاكستراكشون دونتير. لازم يكون أخصائينا هم اللي يأخدوه انشار. من مصلاحة للمصلاحة. وتوجون خدمة ونكلابوراتيو مع الميتسان تريطان. توجون لازم يكون عندنا علاقة مع الميتسان تريطان تاعو لكي نفهمها وإشخالي مناعك بطاء على نسترقشل مناعك. لكي نفهمت بطاء وإشخالي طبيب مناعك بطاء ومجرد ديز اكستراكشون وسكي نلحفه اللي، لدينا تعطيं مع الميتسان ترقب بطاءة ومجرد ديز اكستراكشون لدينا يعطي الاكستراكشون في للاكي درس statنا يجب أن نستغيط الميتسان تريطان. المريض اللي عندهم. ما عندنا شغل كارديو بارتي عندنا بالإضافة لكانسيريه اوسي. بسكو يفعل شيميو تيرابي. يفعل راديو تيرابي. سلطو نيفو دلورو فاس. لازم لديهم كاريه ويكونوا مسوسين ينحيهم قبل ما يدير شيميو تيرابي. قبل ما يدير راديو تيرابي. بسكو يفعل راديو نكروز. باش اللي عندهم ما تكونش فيها شاشا. نعم. بروفيسور فقط الحالات التي تستدعي إجراء تحاليل طبية. ما هي؟ الحالات التي تحاليل طبية يقول كل مريض عنده مرض مزمن لازم يروح عن طبيب الأسنان. رح عن طبيب الأسنان. ودورك المتصين تريطون الكارديولوك ويديابيطولوك يتمنتجوا الإكسبرتيز جو متصين دونتس. قال راح تعمل طبيب الأسنان يقول له هاتين الورقاب اللي راح تعمل. بدرت العلاجة لازمة عن طبيب الأسنان يقول له نعم بدرت العلاجة للأسنان. ثمك يبدأ له تراتب متاعه. مام الكارديوبات المريض اللي يكون عنده مرض القلب قبل ما يديرو له العملية لازم تكون لفايد الإكسبرتيز تعطي طبيب الأسنان. لو كما تكون شاديك الورقة ما يقدرش يدلوه عملية جراحية au نيفو ديكور. لازم تكون هاتيك باش يعرف اللي يكون طبيب القلب قبل ما يدلوه العملية جراحية بالأسنان وقاح راحهم لابس عليهم فيهم دي سوان دونتر ولا يسانسن. دونك هذا يقدر يدلوه العملية بعد ما يدلوه العملية يكون كما قلوه اللي يتبع اللي يجين بيكور دونتر بالبروساج وكما قلوه بالبروساج هذه هي. معروف نقطة أخرى مهمة بروفيسور. معروف أنه أغلب الجزائريين يتخوفون من ذهاب لطبيب الأسنان لعدة أسباب منها الشعور بالألم وعدم الراحة النفسية. في هذه الحالة ما هي الإجراءات التي يقوم بها طبيب الأسنان من أجل ضمان راحة المرضى ونجاح العلاج؟ هذه نبدأ من كيكون صغير كيكون صغير لازم الأب ولا الأم تدي وليدها معه لعن طبيب الأسنان يعرف بليكم طبيب الأسنان وليس يوجعوا ولا باش يدير له كما يقولوا تشكا ولا يدير له الانستيزي ويوجعوا يعرف بليكم كوه راح عن طبيب الأسنان باش يدوي له لكارية ويدوي له تسويس وكيكون تسويس أو سيوپرفيسيال المريض ما يوجعوش لازم حتى تلحقي للمرحلة وين كيما قلو اللونير تقاس كي يتقاس اللونير تما كلي نديرو لولانيستيزي مي كي تكون كاري سوپرفيسي لن يمكن تريتي سي بور سترازن كي المالد لازم يرحن طبيب الأسرن يدير تشخيص مو بكر واتشخيص مو بكر كي تكون كاري سوپرفيسي ما يوجعوش طبيب الأسرن اونا اونا اوسي اونا اونا ابروش دي راح نديرك هادية راح بالanting من وجعك نوجعك شوية سبر شوية ومبعد يولف ومبعد هو المريد قانت يشوف امتت كاري راح يداوي هاي يجيري قولك أنا قبل ما تقيس لي العرق لو كان تقيسلوا العرق وتقيسلوا لونير على بلو بلي بلي تكون فيما دراء دونك وش يدير لازم تجار يروح حتى بالأسنان يدير تحقيص وام مره في ستوار كل ستوار يقولون أننا نتلقى في ستوار عندو لكار يفو فرين دي تاتراجي يدوين دي تاتراجي يدوين دي تاتراجي وطور انتر دون لرد محنا في المجتمع تنخلو حتى ما يرغوش في الليل كي ما يرغوش في الليل قدوا مدكي هب البابا هو هو يروح انطبيب الأسر نحي يجري بساحة راح تقدم تعلقاري وتعالت سويس تقدم راح تقاس لنر كي يتقاس لنر يجري أبليجي المدسي دونتس لفعل لانستيزي 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 كي ما نقول بالعامية باشي نحيل العرق هاداك ولا باشي داوري لانستيزي على شنال حتى لهاد المرحلة كي ما نقولو كي ما تطور وين لكاري تسويس يطلع لا لا كي تكون لكاري سوپرفيسي تشخيص مهم شاك تروى مو شاك سيمو راح نطبيب الأسرن عندي دي كاري ما عنديش يعني التحضير النفسي للمريض مهم جدا في نجاح العلاج نورمال نحن بدون نحضرهم لكون صغير يجي مع بابا يجي مع عيم هاو يشوف هاو يشوف لك طبيب الأسرن نرى ويبارك يدوي لانستيزي ينحلو ينحلو تسويس هذا ويدوي دوك يولف يولف طفال صغير حنا لازمنا هدي له هدي ومعام طان كينا لابريمير سيانس كي يجي مرة الأولى بارش مرة الأولى تحكم لانستيزي ويتبدأ معها حنا بالعقل ندير له لانكوانس قال هدي لازم دويوها روح ليا كيبان قولو دون دو جور وليترواج ونعتيلو 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 ديجا ونلو بخيبار psychologiquement نفهمو بليكن كي هاو شرح ينديرو نعتلو مهم لزيطاب دوك هاو تشخيص هاو يجب أن تدير بالك عندك عندك نحن بروبلم هنا يفول تريتي عندك نحن بروبلم ديجانسي في كتبروسيس لانكو يسيل بالدم دوك لازم تروح نحن الطبيب بالمختص تبرا من هدي ودرجة بدرجة إن شاء الله يعني كذلك نقطة أخرى مهمة وهي الأطفال المصابين بفرط الحركة أو المصابين بأمراض كمرض التوحد يعني كيف تتعمل مع بروفيسور خاصة إنه صعب إنك تتحكم فيه خلال عملية العلاج ديجانسي 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 هكذا اللي ما يخلون نقدرون نخدموهم ديجانسي حمد لله ستقدرون النفو ديجانسي نزغلوا الميوبا المريض ديجانسي بس حلنا ديجانسي نخدمو شارج ديجانسي ديجانسي بدو ديجانسي ديجانسي يمكننا ديجانسي ومن قبل أن نجوزون في البلوكوبراتوار نقول لك أن نجوزون في البلوكوبراتوار تلك الاسيسي ووارن نخدو كما قلو موعد معهم قال عندنا un مالادي كنسيسي نانيسي جنرال donc on le prend en charge en collaboration مع الانيستيسيس ومع المخدر يخدرنا للمخدر ومعنى اللي مخدرنا ندو معنا المتاريال تانا ونخدموه ومدوكا نحلينا 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 نقدرو ناخدوه ونشكر المدير المؤسسة على المبادرة اللي دارها ونحن نتعلم نحن ناخدوه ونشارج نو مالاد شاك سمان شاك جور جيد فقط الأشخاص المصابين أو الأطفال المصابين بالتواحد خلال علاجهم هل يتم الاستيان بطرقة بياه أخرى نعم نعم سبتو المخدر نحن نحن نقول المخدر لك تسين نحن نديره لك تنكاتي بأس نديره لك المخدر يقعد معنا Performole I اما ه jewelry I نحن 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 نخدم نحن 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 вс marksaki المخدر يقعد معنا نحن 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 نج Wy بأسن نديرتكوين فت sẽتس music نحن 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 نخدم وي وحندس ما نحن نحن نعرف هذه الأشخاص نحن نحن نديره لمحالم ولي اقبر لاٍّ لا يحن نحن نك attendant نحن نعرضتّ المفادر ونأخذهم على شارج في بعض الحالات تكون هناك حالات مستعصية للعلاج التقليدي هل ما هي العلاجات البديلة المتاحة لعلاج هذه الحالات؟ لذلك يجب عليك التكنولوجيا ويجب أن تطور ويجب أن تطور الأسنان من نهار إلى نهار يزيد التطور مع هذه التكنولوجيا لذلك يجب الإمكانيات إذا كنت تنظر عمياتنا أو لازم الإمكانيات أسنان دون كيف يحق الإمكانيات كبار ساكوت فرمو شير الميتين دونتر عندنا كما يقولون، الدولار يتعاون فينا بهذه الإمكانيات واذا تتمدلنا بإمكانيات نوعات مالات كبيرة وما يخفى لكش أن التطور كما قلت لك تطور من نهار إلى نهار كل يوم هناك إمكانيات جديدة تقنيات جديدة يعني دائما جديد والحاجة رهي كما نقولون كما نقولون قلعت كما يقولون ما لازم الإمكانيات كما نقولون هناك راديو تشوف تروادي تشوف كيف تنحل العرق تحتها كيف تغرس الأسنان رهيب تبرز الوطن بزفة طالب تبس تبس النوات تجد تجد بسبب الخصول على المولادة وعلى أنت لليم الهدى في المنزل تتلاح مليارة بأن المنزل theman 10 مليارة تتحدى بشكل جيد هذا هو وكician فقط على السبب المنزل ومن للمشارك للغاية بروفيسور هنا في الجزائر عيادات الأسنان هل طلق إقبال كبير من قبل المرضى أم أن الجزائريين ليست لديهم ثقافة الذهاب لعيادات الأسنان؟ هم يحبون يسوانيون الجزائرين يحبون يروح عن طبيب الأسنان عند الطبيب الأسنان في العيادات الخاصة يجب أن يكون مستوى ب cenعيات الأسنان يستخدموا مستوى به، وائناب وضعتم في الوقت المصاردة لابد لأن الإستوار المرضى يجب عليكم في المصاربة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة